ومعانا الأستاذة الثانية اتفضلي أستاذة الثانية السلام عليكم في درس الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلشي أنا ليا سؤالين من غير معلشي تفضلي السؤالي الأول أنا كان ليا أخت وتوفت بقالها 30 وليها بنت كبيرة وأنا اللي بتولى كل شؤونها هل من حقي أن أنا أخذ أي حاجة من حاجات أختي ولا مش من حقي من حقيقة تاخد حاجة من حاجات أختك وحاجة من حاجات أختك اللي هي سايباها يعني أنت في ورسة تاني غيركم لا ما فيش أنا بس أختها وحيدة أنت وبنتها أنا وبنتها بس يعني أنت أختها شقيقة أه وبنتها واحدة بس بس ما فيش مامتكم مش موجودة لا لا الله يرحمها الله يرحمها طب ما وحنا عندنا حديث أنزلوا الأخوات مع إجعلوا الأخوات عصبات مع البنات فأنت المفروض تاخد بقية التاركة مين قالك أن أنت بتاخديش حاجة؟ أنا معرفش أنا لغاية دلوقتي حتى بخاف أخذ أي حاجة من متعلقاتها طب بص إحنا باللوقتي إحنا وزعنا التاركة ولا ما وزعناش؟ لا هي ملهاشة للمعاشات بس بتاخد أنت في المعاش صح؟ لا ما باخدش في المعاش معاشة الأم ليها ومعاشة الأب للبنت يعني فبتعونا آه لا دي حاجة تانية لا حاجة تانية طب السؤال حضرتك يعني جايز أنت تكون تركت المعاش للبنت لكن خلينا دلوقتي الحاجات الموجودة دي آه ليك أن أنت تاخدي منها ليك أن أنت تاخدي منها مش شرامي يعني خلاص بس اتفقوا وكيف تقسموها بشكل مناصفة خلاص يا سيء خلاص السؤال التاني فضلت الشيخ أنا عندي شقتي اللي هي مش تمليك إيجار طيب وجوزي توفل ويبدو أنه إيجار قديم إيجار قديم ده جوزي توفل بقاله دي 15 سنة وإنت كنت عايشة معاه في هذي في هذي وإنا كنت عايشة معاه طيب أنا وبنتي كويس أنا ليا ولدين متجوزين وكان جايب لهم شوقة هما طيب شوقة تمليك هما طيب أنا وبنتي بس اللي في الشقة مه فإحنا بنحاول ناخد شقة تانية تمليك بس عاوزة أبيع الشقة دي لا أنت ما تقدرش تبيعيها مش أبيعها أنت قصدك عايزة تاخدي خلوه ورجع عن الشقة دي التنازل لصاحب البيت خلاص بتقولي أنت بقى بتسألي هل يجوز لي أن أنا أخدش مقابل لعايزة الترك؟ أيوة وكمان أعرف أن ولادي السوبيان هل ليهم الحق في الفلوس دي؟ أنا أجاوب على حضرتك فيه سؤال ثالث؟ لا شكرا مني شكرا السؤال دا وقت إحنا عندنا في السادة الشفعية بنقول أن الفلوس اللي بيحصل عليها الإنسان عشان الفلوس اللي بيحصل عليها المستأجر لما يخرج لما يكون عنده مدة طويلة للإيجار بتاعه بيسميها بيع المفتاح لأن المؤجر لا يملك العين المؤجر لا يملك العين هو بيملك المنفعة وكأنه إيه اللي حاصل؟ بيتنازل عن هذه المنفعة مقابل هذا المال لكن رجاء إن ما يحصلش مبالغة في هذه الأشياء ولكن إذا خرج وخخز مال بناء على ذلك بنسميه دا بيع المفتاح وأساعتها هيبقى دا جائس مين بقى اللي يستحق دا؟ الناس اللي كانوا قاعدين في الشقة مع صاحب عقد التمليك أنا ما عرفش العقد التمليك دا كان بإسم حضرتك وبإسم زوج حضرتك ولا بإسم زوجك لو كان بإسم زوجك يبقين للناس اللي كانوا عايشين سنة مع المستأجر دا سنة قبل وفاته فأولاد اللي مش موجودين معاكم في الشقة دي مش هيبقوا مستحقين